ورجعنا MWCL 2024 توقع اليوم واخر يوم هذه أهم الإعلانات اللي صارت يعطيكم الصحب العافية معكم أحمد بوريكي بداية الفيديو أكيد لا تنسون أهلنا وإحبابنا من دعاكم الصالح يصلى الله يثبتهم وينصرهم وفقعوكم ويرحم شهدائهم اللهم أمين أقل ما تستطيع تدعي لهم لا تبخل عليهم من دعاك الصالح ولا تبخل عليهم من دعاك تأكد أنك تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان هذه الفيديوهات توصل لحك أكبر شريحة والفيديوهات يومية صح؟ أنا الآن كنت موجود في MWC رب لك الحمد ونراد وشفت وايد من الأشياء اللي كانت موجودة هناك الموضوع بالنسبة لي كان متكرر لأن أصدقنا لفترة مورايح MWC بس ما كان في الحماس العامي اللي أنا كنت قاعد أدور عليه على الأقل الموضوع كان أغلبه ذكاء إصطناعي إيكو سيستم إيكو سيستم إيكو سيستم لدرجة أنه مرات كنت تشوف بوثات يقولوا لك شغلات ما تستوعبها إنه هذا ما لا علاقة بالإيكو سيستم نهائياً لكن بغض النظر كان فيه كم إعلان حلو مني منك خمت كلام عنهم على طول أوكي طبعاً MWC من اسمه MWC يعني Mobile World Congress فتتوقع تلفونات وايدي كثيرة تم الإعلان عنها وخمبل شيء وشيء مع سلسرة شامي والشامي 14 ألترا بالتحديد أصلاً ما كان معلون بالصين ولأول مرة يعلنون شاومي على طول للعالمية من فتح البارد شاومي مع سلسرة الألترا بالتحديد موضوع ما كان واضح إنت شون أنت بتسوي بهذا التليفون فأول واحد نزل كان شاومي 10 ألترا ما نزل للعالمية فقط للصين بعدها نزل 11 نزل للعالمية نزل 12 فقط للصين نزل 13 للعالمية بعد ما نزل للصين هذه أمور المرة الشاوم يتنزل لك سلسلة الأولترا أو الأولترا بالتحديد على طول العالمية ورح نحصها هم بعد بعالم العربي فالشاومي 14 أولترا رح يكون من ناحية شكل خارجي بالضبط نفس الثلاثة عشر ما تغير نهائيا نفس الأبعاد نفس الشكل نفس المواد التصنيع نفس الخامات نفس الألوان من ناحية الأسود الأبيض نفس الرنق الذهبي حين صار موجود وعندنا لون يديد لون الأزرق سرامك بدال الأخضر وهم بعد عندنا لون التايتانيوم غري ضافه لنا أيام فمن ناحية شكل الخارجي تماما يشبه ما سنة الإطافة ففكرة الناس اللي مثلا تقول لك شركات الصينية قاعد تبدع من ناحية لغات التصميم قاعد نشوفها الحين حتى وهم قاعد يتوجه هون ذات التوجه اللي سويت لك يا شركات أبل ومن بعدها شركة سامسونج إنه تختار شكل معين حق التليفون وخلص تتبنى كهوية حق منتجاتك وتصير كل منتجاتك تتبع هذه الهوية من ناحية لغة التصميم فيصير الموضوع ما تفكر إنه أنا سينارياية شكله يتغير لا شكله نفس الشيء اللهم تتلهف حق شنو ممكن ييبلك من الإمكانيات يديدة حق العتاد ككاميرا معالج بطارية إلى آخره فهذه لغة التصميم لشركة شاومي اعتمد لنا ياها كل تحت عجبتك أنا شخصيا 11 كان عندي أحلى واحد كان زلو كانوا معتمدين بيش لغة التصميم سأضع لكم يومي يومباث شوفة يعني أوكي بها الواجهة لأنا لم أحبانا الكاميرا تكون شذي على الجنب لكن كنت عاجبني عاجب لشكل جهاز من خلف كان بنسبة لي أحلى على الأحدى هذا لغة التصميم اليديدة التي اعتمدتني شركة شاومي فالـ 14 Ultra للأمانة سيبلك لأنك تتوقعها على تلفون فلاكشب حق سنة 2024 فعندنا شاشة كبيرة 6.7 بوصة مع أنها أصغر من شاشات الثانية الموجودة بنفس الفئة سأتيب لك الشيلد غلاس هذا الآن شغل قاعد نشوف الشركات قامت تتمنين إياها أنها تصنع لك زجاج يكون خاص فيها سراميك شيلد، شيلد غلاس، كولون، أولون، راينو شيلد، ماعرف إيش فرح يكون عندهم زجاج خاص فيهم الشاسي رح يكون مصنوع من الألمنيوم، آلوي فريم وعندنا هم بعد واحد رح يكون تايتانيوم حق لون التايتانيوم فقط مع خلفية يكون زجاج أو خلفية يكون مصنوع من اللذر ما رح يكون عندنا سراميك سراميك، هذا أنا توقعت لصراحة سراميك، طلع لأ زجاج بعدين عندنا الشاشة رح تكون أكيد LTPO هذا شيء مهم لحين شركات قاعد تعطيك الوان وائد أكثر تردد عالي 120 هرتز، HDR10 بلس، ألف نت وثلاثة آلاف نت وثلاثة آلاف نت فيك برايتنس، مو الأعلى نهائيا تجاوزتهم شركة شامي شركات الثانية نفس أوبو أو حتى أونر من ناحية البيك برايتنس شغلة ثانية رح يكون عندك هم بعدي هنا معالج سنادراجون 8 Gen 3 هذا المتوقع مع خلطة ما بين 16 رام أو 12 رام و256 لواحد ترابايت هذه الأرقام هم مرة ثانية متوقعة وكاميرات أساسية عادي هنا هذا الروبات التفريقية نشوفها رح يكون عندنا الوان انش سنسر مرة ثانية رجاء خمسين ميجابيكسل، ولكن هذا سيكون مستشعر يديد من شركة سوني بعدين خمسين ميجابيكسل براسكوب، خمسين ميجابيكسل تلفوتو، وخمسين ميجابيكسل أولترا وايد أربع كاميرات كل واحدة رح تكون خمسين ميجابيكسل من ناحية وضعيات المختلفة غير التام وفلايت سنسر حق 3D depth mapping البراندنج ما اللايكا ما زال موجود يعطيك تصوير لي 8K 30 إطار بالثانية أو 4K يوصل ليك لي 120 إطار بالثانية حق السلو موشن المامي رح تكون 32 ميجابيكسل وتصوير ليك لي 4K ممتاز 60 إطار بالثانية و 4K حق الكاميرا المامية هذا شيء جدا جدا جبار غير الستيريو سبيكرز ورح يكون في شحن غير الستيريو سبيكرز وبعدين عندك البطارية الموجهة حق العالمية رح يكون 5000 ميلي أمبير و 5300 حق الصيني فقط ما ادري ليش هالمرة ما يزول الكياب 30 ميلي أمبير اختلاف أما من ناحية الشحن رح يكون 90 واط مع السلك 80 واط بلا سلكي رقم جبار 80 واط شحن لا سلكي رغم وائد وائد قوي بعدين عندك رح يكون 10 واط ريفرس ويرلس شارجين والتليفون رح يبلش ب 1300 يورو حق أكيد لـ 12.256 للأمانة ما ادري ليش فكرة البطارية أن تختلف من بين الصين والعالمية أتوقع لها علامة من ناحية الباتنت اللي أنا قاعد يستعمله كيمكن الكاربن باتري النفس اللي موجود مثلا على تليفونات أونر هذا اللي لاحظنا احنا هذا السنة كالي شركات قاعد تكبر لك سعة البطارية بالمقابل وقاعد يزيد لك من سماكة التليفون وهذا يعتمد بشكل أساسي على التقنية التي يستعملونك إياها حق البطارية وحنا من زمان قاعد نشوف التليفونات كلها قاعد تكون Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion الآن قاعد نشوف لا قاعد يستخدمك الكاربن اللي خلي يصير ويد أنحر وما يأخذ لك مكان داخل التليفون بالمقابل السعمات البطارية تكون أكبر وشوفنا هذا الشيء مثلا مع Honor Magic V2 وانتقل حتى على Honor Magic 6 Pro اللي يتأكد إن شاء الله كان التليفون موجود رح بلاش أرجع لكم إياه وراح حين هم بعد يكون موجود على تليفونات ثانية بذات التقنية على نش تليفونات شاومي نش تليفونات أوبو الون بلس 5400 فما أدري ليش خمس تالاف فقط للإنترناشنال لكن شاومي مع هاي برو وسل يديد لما أنا جربت إلا تليفون واحد هو البوكو X6 Pro كان عنيف من ناحية المحافظة على البطارية بس شاركنا رايك تحت تحمست انتحك هالتليفون ولا تحس لا جديد شاركنا رايك تحت من ناحية الشاومي 14 Ultra وأكيد إن شاء الله سنرجع لكم التليفون من حصلة بإذن الرحمة وبعدين كان عندنا كم إعلان من شركة تكنو هم بعد كنت موجود معاهم عندك تكنو كامون الثلاثين بريمير ويا 30 برو وأكيد 35 جي نحن البريمير وهو الأعلى واحد من ناحية الفئر سيقدم نستي ثمان تالاف وميتين مع ثمان عشرام وخمس تالاف ميلي أمبير بطارية بشكل مثل ما انتم شايفين عصري بس المييز هذا التليفون سيكون خلطة الكاميرات ستكون موجود عليه مرة ثانية ثلاث كاميرات كل واحدة خمسين ميجا بيكسل من ناحية الوضعيات وخمسين ميجا بيكسل كاميرا أمامي حق السلفي فكل الكاميرات سيكون موحدة من ناحية البيكسل كونت من ناحية عدد البيكسلات لكن اللي معروف عن شركة تكنو بالذات مع الكامون سيكون السعر مقابل شكتر انت راح تحصل ورامانة هني انت راح تحصل التليفون بامكانيات أكثر من مقبولة مقارنة من ناحية السعر ومقارنة شو موجود بالسوق الشركة الثانية اللي هم بعدان اتحمست حقها وهو من شركة نوبيا والنوبيا فليب راح يكون عندنا التليفون يديد اللي يعد وهو أرخص تليفون بشاشة قابلة للطي ولاحظوا هم قدرون يساونا هذا الشيء لان عندك سناب دراجن سيفن جن وون سناب دراجن سيفن جن وون سناب دراجن سيفن جن وون فزاة تي اي قاعدش لك من ناحية شاشات قابلة للطي الفكرة مختلفة عن باجا الشركات انا بساوليك تليفون رخيص وما راح اعطيك اي افرين ثاني وهذا المعالج هو نفسني موجود مثلا على الموترلا ريزر 40 مول اوترا الفانيلا وردي تليفون موجود بسوق يكيب ذاكي لابعاد 6.9 فوصة كاميرا 64 ميجابيكسل بعد مو بس 50 الى اخره من ناحية المواصفات في اعتمد من ناحية الشكل شنل انت تتفضل بس عن نفسي انا مستنس ان نحن قلنشو شاشات قابلة للطي على تليفونات اسعارها اقل علشان تكون منتشرة اكثر وهذا راح يقلل الكوست حتى حق التليفونات الثانية اللي انت تتفضل تكون مواصفات عالية فنوبي افليب راح يكون هم بعد اكبر سعر بطارية راح تكون موجودة عليه من ناحية هذه الهيئة 4310 وتليفون مثل ما قلنا لكم راح يبلش ب600 دولار امريكي فان انا ما عندي اي مشكلة مع هذا التليفون بالعكس هذا التوجه الصحيح هذا النبي حق الشركات انه يتيبك تليفونات بشاشة قابلة للطي بسعر يكون جدا جدا المعقول انفينيكس كانت موجودة وقعد تسوي demonstration حق تقنية وايد حلوة عجبتني هي شون ان انت تقدر تغير ظهر الجهاز من ناحية ال وهذا مو شديد من ناحية انفينيكس انها تسوي لك شغلات تكون مختلفة علشان تعطيك طابع مختلف حق شون ظهر التليفون مثلا ممكن يكون فخنبط لك هذا الفيديو ان شاء الله ما يصر علينا تاك مثل ما انتو شايفين حاطلك مثل شاشة اي انك تكون موجودة من الخلف وتشوف في ظهر التليفون انه يتغير معاك من ناحية الشكل علشان يعطيك شغلات مختلفة فعلى قولاتهم احنا وصلنا حق مرحلة مو طبيعية كال ما وصلنا حق مرحلة مو طبيعية انه التليفونات صارت تتشابه فلما تشوف الشركات تتحاول انها مثلا تسوي لك شغلة نفس هذه علشان انها يتميز نفسها تقتنع انه اللاجديد واصل حق مرحلة يديدة من ناحية شون تقدر انت تتحمس حق ممكن شونو ينعلن داخل اي واحد من هذه المؤتمرات الكبيرة واخر الشيء بيتكلام عنه وهو اعظان اوبو اللي كان غريب اصلا البوث مال هم كان ويد ويد صغير وهو اصدار يديد حق ال اير غلاس اصدار الثالث بالتحديد علشان يدمج لك ما بين الواقع المعزز التي من ناحية الامكانيات على واجهة نظارة تقليدية تقدر هم بعد تاخذ منها ووزنها ووزن نظارة الى اخره يعطيك الامكانيات البسيطة علشان تقدر تخلص امور نفس الاشعارات ممكن توصلك الى اخره ما راح تقدر تشوف افلام مسلسلات وتلتقط محتوى على سبيل المثال اه بناها هي مو موجهة حق الميديا موجهة حق الانجازية بشكل وايد اكبر وحسسك ان شلون في منظورين حق شلون تقدر تستعمل انت واقع المعزز خلف تراضي على كتر واقع المعزز مثل مثلا الابل غيجيون برو من ناحية الامكانيات الاخره او شغلات بسيطة نفس انت ممكن تشوفها على اير غلاس هذي شغلة قاعد نشوف الشركات قاعد نحين ما تدري وين المستقبل تماما انت هل تحتاج شي يكون كبير وعملي علشان تقدر تسوي اشياء وايدة كثيرة غير الامور اللي لها علاقة مثلا بالساعة لانا ال اير غلاس تسوي كل اشياء انت مثلا تقدر تسويه بساعة صح تقدر تشوف التنبيهات تشوف الاشعارات تخلص شغلات على الماشية على السريع من ناحية ردود سريعة نصية الاخره بس غير شي دي تحتاج انك تمسك التليفون بالمقابل الفيجن برو او اجهزة نفس الفيجن برو هي جهاز مستقل تقدر تستعمل بروحة بالكامل وممكن يعطيك جزء من الانجازية انت تحتاج انك تسويها على العموم شاركنا رايك من تحت من هذا الموضوع وكان في شغلات مني منك نفس كونسر ديفايسز من عند لينوغو واللابتوق الشفاف اللي لا يقدر متى ينزل او شركة سامسونج مع اللي لانما كانت عندي فرصة ان ممكن اصولوكم يا بس لما قالوا لي ان اصطنوها ما يشتغل حسيت توني مجرد تليفون الموتوريلا يتعكف بنفس الطريقة ويشتغل ليس هذا ما يشتغل ف فيه توجه مطبيعي من ناحية اكيد التليفونات والهيئات اللي انت تقدر تحصلها من ناحية شاشة قابلة للطيب قاعد نشوف الناشرون الفليب فون مثلا قاعد يصير سحرة وايد ارخص غير الكونسرات الثانية من ناحية السلايدرز لكن اساس MWC سنة 2024 كان كلمتين تتردد وتتكرر بكل بوتك انت اروح له AI Ecosystem AI Ecosystem وهذا شيء شفناه على الأقل مع شركة مع شركة موتوريلا مع شركة لينوبو مع شركة مايكروسوفت مع وايد شركات شنو تبي تقولك ان انا الحين قاعد ادعم لك شيء اسمه منظومة الله بالخير من زمان مفرط تدعم منظومة مع امكانيات الذكاء الاصطناعي اللي خليني مثلا ادمج تليفونات اندرويد مع كمبيوترات مايكروسوفت او نظام تشغلي ما الويندوز مع تابت ثاني يكون علي نظام تشغلي ما الاندرويد وعطيك ذات التجربة اللي انت ممكن تحصلها من شركة ابل لما تيين تتاخذ عن اعتبار ان انا اقدر ادمج ما بين الايباد وما بين الماكبوك وما بين الايفون عشان اشارك البيانات من بينهم بشكل وايد وايد سهل وبسيط ان كان عن طريق continuity او هاندوفر الى اخره من ناحية شنون تقدر ان تتخلص امور على ثلاث منتجات مستقلة بفريم واحد او منظومة واحدة وهذا اللي وصل اليوم عالم اندرويد مع عالم مايكروسوفت من ناحية الاندماج عشان يعطونك فكرة AI ويكو سيستم وعبعض هذا المختصر المفيد حق 2024 MWC وشاركوين رايكم تحت تحمسته في شي شفتو حسيته ولا عادي مكشي لا جديد على قولتهم شاركوين رايكم تاكيد وبإن الرحمة يضلا اعطانه عمور معاكم جعلنا من الاحياء نشوفكم هناك ان شاء الله سأقعد ساموهنا على اطار الاكسر سلامتكم تعيشون أحمد بعركي فما الله الكريم